اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يستهل ان يكون له قبر كقبر يا بي عبد الله يستهل ان تكون له مقاما يكون له مقام كمقام يا بي عبد الله يستهل ان يكون نصف الزائرين لضريح الخسين له بل كل زائر لا يكتفي بزيارته ولا يجد زيارته وزيارته مملحة الا بزيارة ابي الفضل العباس يجد ان حسينا بابيه واميه لا يرضى عنه الا بالزيارة الشقيقة هذا يكفيه يكفيه انه بطل العلقمين يكفيه انه وريس مجلس الاسلام يكفيه ان كل صفات كل صفة لعلي انتقلت اليه بالتاليه من تقاية ومن رعاية ومقامات رعينة هذا يكفيه بالفضل عبا الفضل فهنيئا لاب الفضل باها المجد السري على كلين عمر اربعة وثلاثين سنة في مقت مقتبل العمر في وسط الشباب لم يدنوا الى سن الكهولة اتمر اللون بين عينيه اثار السجوب طويل القامة فاري الجسد يركب الفرس المطهام رجلاه يخطان الارض وهذه سمة وقاعدة عند العرب اي ان الرجل الطويل القامة الذي رجلاه تخطان العرب خطاه رجل يسلق لحمل اللواء والرايات وقيادة الجنب لانه علم مبرج يلقب بكبش الكتيبة لانه كبش كتيبة الحسين اصبح انت طاحب لوائي وكبش كتيبتي ودعيم عكريم فاذا مضيت عني تفرق عكريم الامام عليه السلام الله عليه كان كبش كتيبة الاسلام كبش كتيبة النبي في المبيد وفي رد الوداع والامانات وفي بدر واحد وفي الخندق وخيبر وفي كل غزوة للنبي حضرها علي يكون كبشا للكتيبة مواتيا للحسين مضحيا له بمهجته بشهادة خير الناس وشرهم شهادة امام كان عم العباس نافذ البصيرة طلب الايمان جاهد مع يبي عبدالله وابلا بلاء خصنا ومرى شهيدا الا وان لعم العباس درجة يغبطه بها جميع الشهداء والصديقين يوم القيامة وشهادة شر الناس جديد ابن معاوية عندما هرغ عليه لواءها بالفضل قام له اجلالا وجلت ثلاث مرات ثم عبدال العباس وشهيد بفضله والفضل ما شهدت به القصوم قائلا هكذا فلتكن مواتاة الاخ لاخيه ابيتا لعن يا عباس ابيتا لعن يا عباس يكررها ثلاثا املاق الطف بطله شاك الضماء وشقاية الضماء جاءته من وراثته لعلي لصفات علي فعلي شاك العطاش في اوقات معينة من التاريخ ففي بدر يتبرأ وتجود نفسه في ان يذهب الى الخليب ويملأ القربة ماءا لان النبي والمسلمين ضماء فيلاقي ما يلاقي من السعاب في الطريق ثم لا ينسني سلام الله عليه ولا تلين له قناة حتى يصر على حمل الماء الى النبي والى الصحابة فيحمل الماء بالتالي ولكن خلال هذه النوة بالثلاث او المحاولات الثلاث وفي كل محاولة يأتيه اعطاع يلقي القربة ويريق ماءها احترام فشكى ذلك الى النبي فاقبره النبي ان الرعيل الاول فوج الاول هو جبرائيل الثاني ميكائيل الثالث اسراطيل وهم يمرون عليك يهلعونك فناهيك برجل في مهمة واحدة يحوج على ثلاثة الاف منقبة في سويع واحدة وكذلك شقى علي وانسلام الله عليه المسلمين يوم صفين يوم جاء ابن هاكلة الاكباد منيخا بكلكله على النهر على نار الفواس مصرا على عدم تسر به قطر واحدة من الماء الى علي وصحابته مستميتا في ذلك ولكن ما انتمهل علي ثلاثة ثلاثة ايام حتى شن الحملة على النهر وافتتح المياه الفرات وامر ثقاته بحمل الماء والتزود منه وعدم حبس الماء عن معاوية وعن جنده فعلي ثقى اصحابه من اهل العراق وكذلك اباح الشقاية لأعدائه من اهل الشام فاتح عن يديه باشفا ذراعيه لانصاره ولخصومه في آل واحد من دون تفريق ولا تميز ولا اغار شحناء ولا بغضاء لأي احد على كلين فقيل لي علي انتلام الله عليه يا امير المؤمنين ما ضرك لو منعت الماء عن اهل الشام فرفض ذلك علي لانه لا يقبل شرع الغاب ولانه لا يرغى باخلاف الاسود واللخوش الكواتر بل يريد للاسلام ان يجد سبيله للحكم ويريد بابي وامي ان يأتلف القلوب ويريد ان يلائم الجروح ويريد ان يجعل جوا للتفاهم وللمبادلات بالنسبة الى الاراء والمحاججات اما اذا حبث معاوية الماء عن علي واصحابه ويرد عليه علي بالمثل ثم يرد عليه معاوية بالمثل ثم يرد علي على معاوية بالمثل تكون الحياة حينئذ جحيم والى ما لا نهاية من التفت من الدور والتسلسل فلذلك حتم الداء من اتاته واقتلع الجرثومة من جذورها يوم جعل القراء كمكتوح وصعيد من صعود السلام تلتقي عليه جيوش ان عليه جيوش علي وجيوش معاوية ربما هناك مجال للتفاهم ربما هناك امل للتلافي ولرأب الصدح وحقن الدماء قصيبة الصحراء او الصحاري بجذب سنة وجاء الناس يشكون الى علي فعمر علي ولده الحسين ان يذهب الى الصحراء وان يتسقي لهم فذهب الحسين الى الصحراء ووقف وصلى ركعتين ثم دع الله تعالى فما زالت قدماه من موضعهما حتى انفتقت السماع بالمياه تسيل مدرارا وحتى جاء المهنعون والمبشرون لعلي من ان السماء قد انفتحت وقد هطلت السماء بالمحر فاتر لذلك علي سنوات الله وسلامه عليه ابو الفضل العباد السلالة منه ولا تلالة لاخوته الثلاث الباقين عبدالله وعثمان وجعفر لان اولئك استشهدوا ولم يتزوجوا ولم ينجى ينجبوا سلالة اما ابو الفضل فلم يخلف سوى ولد واحد هو عبيد الله ابن العباش ابن علي ابن ابي طالب كفلقة قمر طالح خلفه عند جدته فاطمة بنت اشد الكلابية رضوان الله عليها المتفانية المتهالكة في محبة الصديق فاطمة صلوات الله وسلامه عليها والتي ضحت بابنائها واشبالها الاربع تزوجها علي لا لطلب الفراش او الدواج وانما لطلب انجاب السلالة ولانجاب القادة لولده الحسين فهو على علم من ان الحسين يجب ان يكون له وزير كما كان علي للنبي وزير وعبد ومساعد ولذلك يستشير من اخي عقيل في ان يدله على امرأة قد ولدتها الفطولة من العرب سلد له ولدا يكون ناصرا لولده الحسين يوم طف كربلا فوقع اختيار عقيل على فاطمة هذه بن حجام الكلابية وامره علي بالذهاب الى حيها وخطبتها من ابيها فذهب عقيل بنفسه وخطبها هناك من ابيها وجفت الى علي واقترن بها سيد الناس بعد رسول الله فاولدت وانجبت وهزكت في ولادتها اولدت له اولا ابا الفضل وبه وهو يلقب بقمر الحشيرة وهو اكبر ابناء امير المؤمنين بعد الحسن والخسين ومقمد ابن الخنفية عبدالله عثمان جعفر بعد ذلك يلقب بقمر العشيرة لان هذا اللقب من اخدم العصور في ابائه فعبد الناس كان يلقب بقمر العشيرة وهاشم كان يلقب بقمر العشيرة على كله وعبد المطلب كان يلقب بقمر العشيرة ايضا هذه القاب للشخص اللانع في الاسرة يلقب بهذا اللقب كما ان القمر جاهن مشرط مضيء في الظلمات في الليالي الدياجير كذلك الرئيس في الاسرة والذي تجتمع عليه كلمة العشيرة وتلقبه بهذا اللقب تجد فيه من الاشعاع والانوار العملية يعني ما يشابه القمر على كلين وزير الحسين عبد الحسين رئيس اركان جنده اخر قتيل من الاشميين هو قبل الحسين والحسين كان يصر على ان لا يأذن لاب الفضل بالقتال لانه يستوحش بغيبة ابي الفضل ويضيق صدره ولذلك يقول انت صاحب لوائي وكبش كتيبتي وتعيم عسكري فاذا مضيت عني تفرق عسكري عساكر الرأي عساكر الرأي عساكر الرأي تتفرق عنه وإلا فليس للحسين عساكر لان ابا الفضل يوم جاء يستأذنه بالبراز بالقتال ليست لديه جند وليس لديه انطار ولكن الحسين يجد في حياة ابا الفضل وبقائه وسلامته وهو يتبختر بين الصفوف عملاقا على ظهر جوابه بطلا في حمل رايته يجد في ذلك عنوانا لمعكره وحياة لمخيمه واملا لشقيقاته وابتسامة لنسائه ولكن عندما يذهب ابو الفضل ويقتل وينتكس الراية تنتكس الراية حين اذا يصبح الحسين مكشوف امام العدو بابيه واميه صدقت فيه نبوءة علي وتحققت فيها امال علي وكل ما ابتغاه علي حققه له ابو الفضل يوم الطفل فعلي تزوج بامه لتنجب له جنبيا عملاقا لولده الحسين لان الدعوة والمحافظة على الدين تحتاج للحسين اعوان وانصار اقلني بيرو المعركة لذبع ساعات ميسير الحسين يجي كشهاب ساقم كنيزك يبتدع بالقتال رضع ساعة ثم يقتل ميسير لابد له من انصار لابد له من اعوان واقالب يطولون امد المعركة ويمددون له المعركة لتملأ الدنيا فضاعة واستجزازا ونرفزة فاذا ابو الفغل ضروري يوم الطب بذلك لضرورية وجوده يخاطبه الحسين بهذا الخطاب انت صاحب لوائي وكبش كتيبتي وتعيم عسكري فاذا مضيت عني تفرق عسكري فكل امل لعلي باب الفغل ووجود انت حقق جئ باب الفغل وهو صبي صغير وضع في حجر علي اخذ علي اسلام الله عليه تفرط في وجهه ويداعبه ويلاعبه ويهاجله واذا بصبي يستخرج يديه من القماط يلعب بهما عند اذن يأخذهما علي يغمهما يغمهما الى عينه ويجهج بالبكاء والنحيب فسئل علي وقيل سألته امه واي ام البنين قائلة سيدي اراك تنظر الى كفي ولدي وتبكي او فيهما عيب فنفى ذلك عري بل فيهما فظاهل ومكارم بل فيهما جود وعريحية وسخاء ولكنه يبكي لما سيحل بهذين الكفين الضغورين بهذين الساعدين النجيبين الوفيين وعندما وقفت ام البنين على جرية الامر هوت شاددة لله غارعة له جل وعلا اذ جعل ولدها سداء وقربانا لابن فاطم بنت رسول الله قائلة الحمد لله الذي جعل ولدي فداعا لابن رسول الله لم تحزن لذلك لهذا المطير الحزين ولم تتأثر بل وجدت نفسها تلجة الفؤاد لان ابن فاطم يقف وحيدا فريدا لا ناصر لديه ولا معين وكان من حسن طالعها وحسن توفيقها ان يخط القدر لها هذه الشهادة لابنائها وهذه الاوسم على صدرها فلذلك سأت يوم الطف يوم القيامة وهي ذات مكانة عند رسول الله كل قطرة تذرف من عيني فاطمة بنت رسول الله تشاركها الهتا فاطمة بنت قزام ففاطمتان للطف فاطمة بنت رسول الله وفاطمة هذه المرأة الريسية البدوية الكريمة الاخلاق الجزيلة الفراحل وعلى هذه القاعدة يمكن ان نتكهل او ان نفسر الرواية التي تقول من ان الصديق يوم القيامة تأتي الى المحشر وتقف في عرصاته وكأنها تريد ان تجزل لفاطمة البدوية باقة من الزهور تضحفها باقة من الرياطين تحييها وتحيي بطولتها وبطولة ابناء الصيد الميامين المغاور عندما تقف في قلب المحشر يأتيها الروح الامين سيدة النساء بما تبدئين بالشكاية ابي كسر رباهية ابيك تجيب لا ابي قتل ولدك الحسن لا ابي كسر ظلعك لا ابي جعاب جنينك لا ابي قتل ابن عمك ابن عمك علي لا ابي قتل ولدك الحسن لا يتعجب لذلك جبرهيم يتعجب الناس سيدة النساء اي مصيب اداء وامر واي مصيبة اشد مرارة في فنك واي وزية تشغل بالك تشغل بالك عند اذن تمد شفيعتنا فاطمة يديها وتستخرج عبر كفية بالفضل العباد وترفعه ما تنادي الهي وسيدي ما ذنب هذين الكفين حتى قفعتها من الزند اي انها تريد ان تعلم فاطمة البدوية من ان فاطمة كنت ترفين ولد الحسين وكنت تندبين ولد الحسين بالدرجة الاولى وابناك الاربع بالدرجة الثانية انا ام كذلك فاغب بكفين ولدك بالفضل بالدرجة الاولى وبمصرع والهذين بالدرجة الثانية والبادئة طبعا البادئة فاطمة بنت حسام هي البادئة بالإحسان والجميل شلون بدأت بالإحسان والجميل لانها يوم جاء بشر بن حظلم ينعى الحسين في المدينة لم تفكر بولدها وباقي ابنائها بان فكرت بولدها الحسين تعتبر ان العباس واخوته لهم ام تنعاهم تندبهم ولكن ليس للحسين ام رؤون تنعاه وتندبه ولذلك يقول له يقول له من ناحي بشر بن حظلم بشر ما اراك لما اراها عرفا قال ام البنين عظم الله لك الاجر بولدك عبد الله بولدك جعف بولدك عثمان قالت يا بشر خبرني عن ولد الحسين قال ام البنين عظم الله لك الاجر بولدك يا بالفضل العباس لما سمعت بذلك رم البنين ارتعشت وسقط الصبي ومنعت قياك وقالت مجن قفعت نيات جديد يخبرني عن ولد الحسين صاقت صاقت وهلت دمعة العين لا تنجل بكل الاراضين لا تنجل بكل الاراضين وتجدل مثل عباس سبعين يا فهو بشكون سعاد امرأة سبح الحسين تجينا البقيع امرأة بفطرتها والشعر هم كذلك يفيه من شفتها من حنانها يذهب بالبقيع على الفطرة وعلى البساطة ومن دون تكلف ترسل اللحن الحزين تلو اللحن الحزين تتجمع النساء يتجمع الرجال في البقيع وحواليه يجي عنوان القس ومروان ابن الحكم يجلس وراع سور البقية يستمع ذا ذلك النغم الحزين يستمع ذا الى ذلك الصوت الرخيم الى ذيك اللبوء التي تنشد اشبالها تصور قبورا اربعة بجهات اربعة مربعة وفي وسطها قبر خامس ثم تجلس وتقول لا تدعوني لا تدعوني ويك ام البني لا تدعوني ويك ام البني تذكريني باليوت المعين عربعة المظلم الشعوب قد واصل الله اتبطت على الوكين يا ذايد شعري يا ذايد شعري كما عن ضوء بان عبا تنقطيع اليمين ثم تلتقى في لقبور ابنائي الرمزية تقول اولادي لست ابكي من اجلكم انما ابكي من اجل ولد الحسين هذه التربية طبعا وهذه المزرعة وهذا الظرف الذي ملتبت عقدت به نطفة ابي الفضل وهذا اللبن الذي در في فتا شفتي ابي الفضل والحنان التي غذى ابي الفضل الذي غذى ابي الفضل نشع ابي الفضل بابي امي متعالكا متعافتا متعاويا في محبة ابي عبدالله يجد نفسه مقصرا يجد نفسه بابي امي متأخرا يجد نفسه لم يحز رضا الحسين سلام الله عليه عليه بكل معنى الكلمة ولذلك تقطع يمينه ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني تطفأ عينه يضرب على رأسه يهوي الى الارض يمرغ رأسه في التراب والرمال الحسين يمسح الدم والتراب عنه ياخذه ويرمنه ليش لان لرأس ابي الفضل الان ابو عبدالله يمسح الدم والتراب عنه لكن من الذي يمسح الدم والتراب عن رأس ابي عبدالله الحسين اي المثل العالية اي القيم السامية اي تربية اللي غطيعة يجي الى العنقني انزل الى الشاطئ قلبه كزبر الحديد القربة جاء فيابسة يدل القربة في الماء الى ان القربة تطرف و الى ان القربة تشرب بالمياه و الى ان تمتلئ القربة ابو الفضل بابي امي لا يغتنم هالفتر هذه فرصة لنفسه يغترف من الماء غرفة يدن الماء من شفته يرمي الماء من يده لان حسينا ضمعان ولان حسينا جاف الماعدة بيده امي لذلك يخاطب نفسه ايا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت او تكوني هذا حسين وارد المنوني وتشربين بارد المعيني يشد وكاء الكربة وينصرف بها الى اجهة الحسين وهناك المقادير تحول بينه وبين بغيته و امنيته امر بن سعد جن جنونه القادة العسكريين جن جنونهم كذلك عرضوا يا القربة ان وصلت الى شفتي ابي عبدالله لا قدروا عليه بمثلها ابدا ولذلك صاح امر بن سعد النجدة النجدة الغوث الغوث ايا القربة لتسلين الحسين انفلق العسكر له سماطين لابي الفضل سماط حال بينه وبين القتين كالجبال الراسية السماط الثاني اخذ يباشر القتال لابي الفضل مباشرة حتى بل كده يجهب هذه القواة شايف يسقط هذه الكربة اما ابو الفضل بأبي امي فتجسدت فيه بطولة عليا وشمع معاليا حلو مل الجود وركب ميامون حلو ركب حلو مل الجود وركب ميامون يخسونهم لعلى الخطف يصلون حال القدر دون الورن حال القدر دون الاخيام ودون قدوة داني لدوت الدن طفحت لك اجموع رب التار نحن ايام من عاد الفحل الشنيار قطعوا يمين واسفوا يسار والجود من سهابهم صادر ما يسوق افحاف الهضر من ساس وعيد ممات ولا قدر نوات طهب حادات الوضعين راك طاحون دع سيد شباة الجنة حين الوطل حسيان صوه كحميدا حنو جفعا دون جعل عويدا عباد شهب مكل الهضر ماريدا الشفيد نوما جذبا جوما ابو عبد الله واقف على طاق خيمك ينظر ملا شجاعة ابو الفضل واذا بصوت اخي ابو عبد الله ادرك اخاك القضاء ابو عبد الله كانت ضعب الصقر على فريسك الى انتان لا تصرح ارمى بنفسه اخذ رأس اتركه في حجره ابو الفضل مضمن عليه عند اذن اخش برجل الزمت عليه قالوا هذا اقزمت عليك الا ما تركتني حتى اياتي الي ابن والدي يودعني وانوده وقال اخي ابو الفضل لا تبتس عن اخوك وايالي 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 اخويا يسد سكنا من الماء تجي يم في ليلة وتوجب حزايا يخويا من الهطش عادة تجي وياي تجي لك ويا نوحدك يا بشكار رفض ابو الفرن في ان يحمل الى المخيم كعادة المجروحين والقتل ليش؟ طبعا مطوفا عند مطلع لانه اوعد سكين بالماء وهو الان يفشل يبدل يمينا وشمالا رأسه وعينا ثم لا يوفق لحمل الماء الى شفتي سكين ولذلك اثر الموت قرب العدو لا قرب المخيم اما ابو عبدالله فقام ملحن الظهر بادل انكتار يديه من ديل يكفكف دموع عينه استمات بابيه امي دخل على ولدي زين العابدين وعنده عمته هناك وهي لا تعلم بما وقع وجرى ايه جلت زينة جلت الاء الحسين التبت علي الى عمتي عمت الدين الى صدرك هذا ابن رسول الله قد اقبل سندته زينة ابتي كيف حالك حمد الله واثنى عليه قال ابتي ماذا فعلت مع القوم قال ابني استحوذ عليهم الشيطات انساهم ذكر الله العظيم فارت الارض من دمائنا ودمائهم قال ابتي مات على خبيب قال قتل ما فعل زعور قتل ما فعل برور قتل ما فعل نافع قتل ما فعل عابس قتل ثم جعل ينعدد عليه لاشمين ما فعل اخي علي الاكبر قال قتل ما فعل ابن عمي الكاسم قاد بني قتل ما فعل اخي علي قتل ما فعل اخي علي قتل ما فعل فلان وقلاد والحسان يجب قتل قتل عابا وجينا بتنمو انا وجي علي المرة اخير والاكين الوتان وضر الى ابقاء باختي كل مرة شاءتي الحياة لكن معك عمي يا بولفرل العباد اجلان عمي ابو الفضل لما سمع العزين بذلك صاحبنا يا علي اظلم الله لك الاجر بعمك فلقد خلقته على نار العلقني مقطوف اليدان مرغوب الجديد السعم نابت في العون المخ شايد على الكتف سير القادة الى هنا هرسلت علي على فراشه وضع يدها على اقوابها اجدرت اليها الحسن قاد اختها الى اين انت ذايد قادت امضي الى خيمتي ابكي بيني وبان ربي لانك عبرتني الا ابكي بحضرتك تقول له يا عباس يا عباس حس حسيا يماك يا عباس حس حسيا يماك يبجو خرب دمعا يا عباس حسيا تقول لماك يا عباس حسيا تقول له ابكي لماك وerting لله